بصراحة شديدة جدا انه هذا الملف هو ملف ترويج انتخابي يستخدم للأسف من بعض الأخوة في القوة السمنية بغض النظر عن تحالفاتهم سواء كانت عزم أو تقدم أو كانت سابق أن تحالف قوة أو قبلها المشروع أو غيرها دائما يستخدم هذا الملف ويضع له عادة ملف المغيبين نحن يكون عندنا عصد كألاميين نعرف انه هذي الملفات متى تفتح وإلا انت اليوم قالوا ياك منديت الانتخابات لحد هذه اللحظة متى انفتح هذا الملف إلا بحالك قبل انتخابات 2018 بأربعة شهور أو خمسة شهور تحديدا واليوم بدأ يتروج لهذا الموضوع مدى شهر تقريبا لا حديث عن مفاوضات ولا حديث عن مطالبات ولا توجد مطالبات رسمية من نواب وموثلي محافظة بابل أو محافظة الأنبار باعتبار أن هذه المنطقة فيها حدودية وفيها تقاسمات جغرافية وبعض سكانها لا أستاذ عباس للأمانة كانت هناك مطالبات كثيرة بهذه القضية لكنه قد يكون الناس وصلوا إلى حد إعلامية 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 أنا أقول لك هل لي واحد منهم يجيب ورقة أو قلم أو محضر أو ليش نواب موجودين في البرلمان لماذا لا يتم استجواب محافظة بابل على هذا الموضوع بالعكس أنا أمطيك نقطة جدا مهمة بس أستاذ عباس هاي النقطة حلوة لماذا لا يتم استجواب محافظ بابل حول هاي القضية استجوابه محاية مناحية من نواحي محافظة بابل استجواب المحافظ مثل ما أستألك أستاذ عباس ما تزعل مني والله ما أزعل هو يقدر واحد يطب الجر في الصخر غير أم مداعي علي أنه بيستجواب المحافظ شوف شوف والله وبالله وطالله والأخ العيسى هو موجود نعم أولا هي تحت قوات الأمنية المركزية إذا جيش العراقي أو الشرطة الاتحادية فوجي الكرار أو قوة العشار في أمريات اللوجة أو بأطرافها ما يخلي واحد يدخل فهذا موضوع آخر لكن أنه اليوم أكو تحدي أنه ما حد يدخل أتحداهم وآني مستعد إي والله أستاذ عباس عليك تأكد لي هاي المعلومة لأنه الذي يقال نحن تكاشفنا نحن تكاشفنا نحن تكاشفنا أنا أقول لك شغلة وحدة أنا أقول لك شغلة وحدة نعم أقول منطق لم تنظف أمنيا داخل الصعدي وهي منطق أمنية يعني اللي يكون يتحرك عليها بجهد عسكري وهذا تأثير من الدولة هاي وحدة طبعا نكون نقطة أستاذ نجم نتبهلها أنه أنت تتحدث عن جرف النصر أنت تتحدث عن منطق السكنية كبيرة تضمنها الحي الحامية وحي العسكري اتفع كاميراتكم كاميرات تغير باشر يسويكم تقرير من حي العسكري المنطقة لم يعود لها إلا الإرهابيين الخمسة آلاف الذين لا نعرف منهم من مات منهم من عجل ليش لأنها كانت تمثل عروس الولايات ومنهم من ذهب يقاتل في سوريا ومنهم من قاتل في معارك الموطن هاي نقطة نقطة ثانية نجب أن نلتفت إلها أنه القضية قضية مو قضية فقط جغرافية وغيرها اليوم الأخ قبل قليل برر أنه في ضلوعية ويسرب بعض المناطق ما عادت بسبب مشاكل نعم بسبب مشاكل عشائرية وهاي المنطقة أيضا بسبب مشاكل أمنية وعشائرية يعني تعرف أنت أكثر من أربعين ألف دونهم تم أسقار أستاذ عباس حالي نستفاد من الوقت الآن من يتفاوض مع من ولا واحد متفاوض إلا فقط بالإعلام للدعاية تحسين ترجمة نانسي قنقر